سكنات على شكل ورشات وفرحة أصحابها لم تكتمل صدمة حقيقية تلقاها المستفيدون من 160 مسكنا تساهميا بعين البيضاء في ولاية أم البواقي بسبب الوضع الكارثي لشققهم 30 أكتوبر استلمنا مفاتيح السكنات يعني المشروع تقريبا 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 أرى منعدم وذلك لعدم إتمام إنجازات العمرانية بالرغم أن قدمنا جميع الشكاوي للمصالح المعنية بما فيها ديوان الترقية سيد الوالي لكن عدم استيجابة سلطات ليست وحدها خيوط الكهرباء لم تصل الشقاق فبلاط السكنات وضع ليرى بالعين المجردة فقط تجاوز المراقية العقاري لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل حتى تحويل المحلات إلى شقق وهو ما رفضه السكان جملة وتفصيلة فبلطنا في ثلاث سنين يا أخويا فكنا على وجه ربي سيد الوالي رانا يبعثنا لك وبعثت لجنة ورا يما دار توله رايما دار توله احنا رانا نعانيو ديرونا حل رانا الناس مسالمين ورانا إطارات في الدولة رانا بينا الشي اللي نقصنا يجينا هذا رلي نحوس عليه احنا احنا ما نحوس تالع حاجة أنا ما نستعرف حتى بحاجة أو المحذر درته انتا راكم سني فيه انتا وهذا من الناس سنيوا على عمرهم على بالهم باللماء المقاول ما درواله سنيوا عطاه لكم فرميتي تحت البيرو نطلب من السيد الولي يفتح حقيق معمق من الناس هذوما اللي يرام سبحان الله العظيم إذا كان في اختلاسات يبعث لجنة تتقصى هذا الحقائق هذوما فضيحة سكنات عين البيضاء بأم البواقي تضاف إلى الفضائح الأخرى في قطاع السكن الذي لا يزال يتخبط بين أيدي المرقين العقارين وتلاعبات المسؤولين المحليين يحدث كل هذا في وقت يتحدث فيه الوزير تبون عن معايير دولية ومقاييس عالمية في القطاع تمخذت عن الاجتماع الوزري الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة مؤخرا